بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اليوم بإذن الله ومشيئة الله تعالى سوف نأخذ اختبار المقنن وكذلك تقويم الفصل السابع الفيزياء أربعة معكم الأستاذة العنود الهملان كان عندنا مهمة آدائية سؤال 58 في صفحة 220 السؤال يقول الباريونات جسيمات تتكون من ثلاث كواركات أوجد الشحنة على كل من الباريونات التالية أعطانا A نيترون 2 down 1 up B ضديد البروتون 2 up 1 down لحل هذه المسألة نحن نعلم أن قيمة down سالب ثلث وأن قيمة up إذن up عندنا up يكون موجة بثنين على ثلاثة كل up هذا قيمته وعندنا down كل down قيمته سالب ثلث الرمز الأول الإعطاني في البروتون down down up إذن هنا down زائد down زائد up إذن نقانون 2 down وقيمة down سالب ثلث إذن نضرب فيه نفتح قوسين نكتب سالب الثلث زائد 2 على ثلاثة قيمة up العلوي أو الكوارك العلوي لما نجمعهم نشوف هنا يعطينا سالب ثلثين زائد الثلثين إذن هنا إشارتان مختلفتان وبالتالي مجموعهم صفر ضديد البروتون إذن نبدل الأحرف كل up ياخد down وكل down ياخد up وبالتالي رمزة u له up زائد u زائد down بدلنا كل down up up إذن هنا كل down up up وكل up up down وبالتالي نعوض إذن هنا 2 u إذن راح يعطينا وليو أساسا قيمتها موجب ثلث لكن هذا ضديدة إذن بما أنها الضديد إذن راح نرمز له بالرامز u وعليها شرطة ما المقصود فيها؟ أحسنتم رائعين إذن هنا راح تكون إشارة سالبة 2 على 3 ثلثين لماذا الإشارة السالبة؟ ممتاز لأنه الضديد إذن الإشارة الموجبة هنا تنعكس وتصبح إشارة سالبة أيضا السالب الثلث down ينعكس ويطلح موجب الثلث إذن هنا يطلح سالب 2 على 3 سالب 2 على 3 طبعا الإشارة السالبة أقوم للموجبة في حاصل الضرب زائد سالب سالب ثلث إذن هنا تطلع لنا موجب الثلث وبالتالي إذن الإشارة هنا بتكون إذن الإشارة هنا بتكون سالب 2 على 3 سالب 2 على 3 سالب بسالب موجب إذن موجب الثلث طيب السالب مع السالب يعطينا سالب أربعة زائد واحد وبالتالي هنا يعطينا الناتج سالب أربعة إذن يعطينا سالب ثلاثة على ثلاثة أي أن قيمة الكوارك في هذه الحالة واحد وضحت أعزائي الطلاب ممتاز يلا نكمل إذن هنا في هذا الباب سوف نتعرف على ما أخذناه ما تنولناه في الباب السابع الباب السابع كان اسمه الفيزيا النووية كان يتكلم عن النواة وما يحصل بداخلها كيف نشأت الفيزيا النووية وذلك بعد قدف رادرفورد وتجاربه لإكتشاف تركيبها وبعد أن أظهرت النتائج على أن الأشعة السينية تتشتت بروتونات الموجبة فيها وأنها مسؤولة عن نصف كتلة النواة وبعد ذلك رمزنا للعنصة بالرمز إكس وعرفنا العدد الكتلي ما هو إلا مجموع البروتون والنيترون وعرفنا العدد الذري ما هو إلا عدد البروتونات بداخل الذرة ويكون مساويا لعدد الإلكترونات حتى تحافظ الذرة على التعادل الكهربائي عرفنا أيضا رمز الشحنة النواة اللي هو زد إي كذلك عرفنا كتلة النواة يرمز لها بالرمز إي بين قوسين يو يقصد بيو اللي هو وحدة الكتلة الذرية كذلك تعرفنا على النظائر وهي نفس العدد الذري للبروتونات ولكن تختلف في العدد الكتلي فقط وبالتالي تعرفنا على القوة التي تربط اليوكلونات مع بعضها البعض وهي القوة النووية القوية وعرفنا طاقة الربط النووية دائما من قانون أينشتاين وأوجدنا طاقة الربط النووية وفرق الكتلة وبالتالي عرفنا أن واحد من الوحدة الكتلة الذرية تساوي 931.49 ميجا إلكتروفولت وعرفنا أن الطاقة الربط النووية دائما سالبة أيضا أخذنا له الانشطار النووي وعرفنا ما المقصود بالانشطار النووي النواية الوحدة تنقسم إلى أنوية وتطلق ثلاثة نيترونات وكذلك قيمة من الطاقة عالية من أشعة الجامع أخذنا ضديد الانشطار النووي وهو الاندماج النووي عبارة عن اتحاد أو اندماج أنوية صغيرة لتكون نواة كبيرة وتنتج من هذه العملية طاقة حرارية عالية كذلك أخذنا الكشف عن هذه التصادمات عن طريق إما بتأيون المادة أو في المكاشف أو تألق الفوتون أخذنا أيضا المسارعات الخطية وهي عبارة عن طبعا تستخدم للتسارعات البروتونات والإلكترونات فقط أما النيترونات لا تستخدم فيها لماذا ذكرنا؟ لأن النيترونات متعدلة الشحنة أيضا تعرفنا على المفاعلات النووية وهي التي تستخدمها لإحداث التفاعل ويكون هذا التفاعل متسلسل مسيطرنا عليه بحيث أنه يعطينا من ضمن الأمثلة عليه مفاعل الماء المضغوط وعرفنا دور المهد فيه كذلك تعرفنا على عمر النصف وهو الزمن اللازم يضمح لها نصف الذرات لأي كمية من نظير العنصر المشع وعرفنا أيضا النشاطية الإشعائية وعرفنا استخدام أعمار النصف في ماذا؟ وكذلك تعرفنا على المواد المشعة كما تكون هي سبب في تغير لون الصفائح التي كانت تغطي اليورانيوم في تجربة راذرفورد وعرفنا أن أي تفاعل يحدث إذ محلال سواء كان ألفا بيتا أو حتى إشعاع قاما أيضا تعرفنا على النموذج المعياري وقلنا أن النموذج المعياري يتكون من ثلاث عوائل ألا وهي الكواركات واللبتونات وحاملات القوة أو ما تسمى بالبوزونات وعرفنا الكوارك مما يترك في البروتون والنيترون وعرفنا ضديد المادة ألا وهو جسيم يشابه كتلة وشكل وحجم ولكنه يختلف فقط في شحنة الجسيم عرفنا أيضا النيترينيو وهو عبارة عن جسيم أول من اكتشفه اللي هو عالم باولي وفيرمي وأن هذا الجسيم نيترينيو عبارة عن جسيم متعادل غير مرئي يسمونه بجسيم الشبح كذلك تعرفنا على إذ محلال النيترون وتعرفنا على القوة النووية الضعيفة وهذا مجمل ما أخذناه في الفصل السابع ننتقل الآن لتقويم الفصل عندنا سؤال 44 في صفحة 220 أعطانا مصطلحات وخريطة مفاهيم يقول لنا نظم المصطلحات التالية في خريطة المفاهيم النموذج المعياري وشعة قامة وحاملات القوة والبروتونات والنيترونات وكذلك اللبتونات والبوزونات والنيترونات والإلكترونات والجانونات وبعد كذا طبعا هذا مجمل مختصر للنموذج المعياري قبل شوي اللي تكلمنا فيه قلنا النموذج المعياري ينقسم إلى ثلاثة عوائل ما هي هذه العوائل؟ هي الكواركات واللبتونات وحاملات القوة ذكرنا أن الكواركات هي عبارة عن ما بداخل النواه وما هي بداخل النواه اللي هي البروتونات والنيوترونات طيب نجي عند اللبتونات اللبتونات عبارة عن إلكترونات اللي هي خارج النواه بالإضافة إلى نيوترينات حاملات القوة هي المادة أو هي الجسيم الذي ينقل الماء القوة أو يحمل القوة مثل عندنا جالونات بوزونات أو حتى أشعة الجامع عندنا سؤال 47 في أيضا صفحة 220 يقول أي الأنوية أكثر استقرارا عموما هل هي الأنوية الصغيرة أم الأنوية الكبيرة؟ أحسنتم أعزائي الطلاب هي الأنوية اللي تكون صغيرة لأن الأنوية الثقيلة طبعا دائما تكون غير مستقرة وبالتالي يجعل قوة التنافر بين البروتونات طبعا قوة الكهربائية بين البروتونات والنيترونات تتغلب على القوة الضعيفة طيب عندنا سؤال 48 ماذا يقول؟ يقول ما النظير الذي له عدد أكبر من البروتون؟ فيه نظير عدد أكبر من البروتون هل هو اليورانيوم 235؟ أم اليورانيوم 238؟ أحسنتم رائعين طبعا كلاهما له نفس العدد من البروتونات فيما اختلفوا في العدد الكتلي إذن عدد الكتلي ما ندخل فيه؟ النظائر دائما تكون ثابتة في عدد البروتونات عندنا سؤال 49 يقول لك حرف مفهوم الإضمحلال كما يستخدم في الفيزيا واذكر مثالا عليه طبعا الإضمحلال أحسنتم ممتاز رائعين اليوم أنتم وهو عملية تحول عنصر ما إلى عنصر آخر بواسطة التفاعل النووي مثل مين؟ مثل عندنا اليورانيوم 238؟ إذا ضمحل إلى الثوريوم 234؟ فماذا يعطينا؟ رائعين يعطينا له جسيم ألفا ممتاز طيب سؤال 50 يقول لك الجسيم المشعر الأسماء الشائعة لكل من ألفا وبيتا وإشعاع قاما الله عليكم اليوم ممتازين أول شي جسيم ألفا يطلق عليه؟ الهيليوم ممتاز إذن الهيليوم أول ما تقرأين كلام هيليوم إذن معناه على طول جسيم ألفا ويجسيم جسيم بيتا طبعا هو عبارة عن الإلكترون في الإضمحلان يعطينا ممتاز إلكترون وار فوتون ذو طاقة عالية إذن جابولك آر أو جابولك الإلكترون معناها بي طبعا الجسيم بيتا هو الإلكترون الار هو عبارة عن فوتون إذن طاقة القاما أو أشعاع القاما نجي لسؤال 55 في نفس الصفحة 220 يقول لك لماذا لا يعمل المسارع الخطي بالنيترونات؟ هذا ذكرته لكم في بداية الحصة ممتاز لأن النيترونات طبعا متعادل الشحنة والمسارع يسرع له الجسيمات المشحونة من عندنا في الدرى جسيمات مشحونة؟ ممتاز له البروتون والإلكترون أحسنتم طيب في سؤال 56 في صفحة 220 يقول في أي التفاعلات الأربعة التالية قوية ضعيفة أو الكهرومغناطسية أو حتى التجاذب تشارك الجسيمات التالية نبغى نشوف الإلكترون والبروتون والنيترونيو أي هذه القوة تتفاعل فيها القوة الأربعة طبعا الإلكترون يكون عندك الكهرومغناطسية والقوة الضعيفة وكذلك قوة الجاذبية طيب البروتون البروتون أيضا يشترك في الكهرومغناطسية والقوية لكن عنده القوة قوية طيب نيوترينو إذن عندك يشترك فقط في القوة الضعيفة لأنه متعادل أحسنتم لأنه متعادل الشحنة طيب سي سؤال 57 يقول لك ماذا يحدث للعدد الدري والعدد الكتلي للنواة التي تشع بوزترون ماذا يحدث لهم؟ ماذا يحدث لهم؟ ممتازين إذن بما أنه يشع بوزترون إذن يقل للعدد الدري بمقدار واحد طيب ولكتلي؟ أحسنتم لا يتغير عكس مين؟ عكس مين؟ ممتازين عكس النظائر النظائر ثابت الدري والكتلي متغير نجي هنا هذا التفاعل عكسه عكس النظائر يتغير الذري أما الكتلي فهوه ثابت طيب نغير الصفحة إلى 121 سؤال 66 يقول لك نظير الكبريت طبعا له كتلة نووية أعطاني قيمة الكتلة وأعطاني يبغى الفرق الكتلة للنظير أنا قلت لكم على طول إذا أعطانا فرق الكتلة ماذا نفعل؟ ممتاز أطرح اللي هو أول شيء أجمع النيترونات كتلة النيترونات وكتلة البروتونات وبعدين أجي وأطرحها من الكتلة النووية اللي أعطاني إياها إذن هنا عندك نقص الكتلة هي كتلة النظير اللي أعطاني إياها ناقص كتلة سواء كان بروتون أو الإلكترون مضاف إليها كتلة النيترونات إذن عندك هذا بين قوسين طيب كتلة البروتون أو الإلكترون أعطاني إياها اللي هي هذه كتلة البروتون وهذه كتلة النيترون عدد الرمز من الرمز موجود عندي من الرمز موجود عندي هنا 32 وهنا 16 من العدد الذري إذن هنا كم نضرب فيه البروتون نضربها في 16 وهنا أيضا عدد البروتونات 32 ناقص 16 أحسنتم طبعا 16 إذن نضرب الكثل في بعضها ونطرحها من الكتلة الأساسية اللي أعطاني إياها في السؤال وبالتالي يخرج لنا فرق الكتلة دائما فرق الكتلة مجموحة أحسنتم بإشارة سالبة لأنها أقل من لما تنجمع البروتونات والنيترونات مع بعضها البعض نجي للسؤال الفقرة B فقرة B يبقى طاقة الربط النوية أيضا أخذ القيمة اللي استخرجتها آخر مرة بالإشارة السالبة أضربها فيه 931 ميجا إلكتروفولت يعطيك اللي هو قيمة الطاقة دائما طاقة الربط النوية السالبة طيب نجي للطاقة الربط لكل نيكلون نيكلون هو عبارة عن مجموع بروتون ونيترون إذن هنا أخذ الناتج النهائي أقسم على عددهم وبالتالي يعطينا كل واحد من النيكلونات له طاقة يعطينا قيمة هذا الناتج سؤال سبعين يقول لك أكتب المعادلة النووية الكاملة لضمحلال ألفا للنظير أعطانا الرادون 222 من العدد الكتلي وعطانا 86 من العدد الدري وطالب اضمحلال ألفا من يوم يطلب اضمحلال ألفا إذن في النواتج من يعطيك؟ ممتاز يعطينا على طول الهليوم فقط أحسنت نقص من العدد الكتلي هنا نقص منها أربعة ونقص من العدد الدري ممتاز اثنين حتى يأخذهم مين؟ رائعين اللي يأخذهم الهليوم إذن هنا عندك العدد الكتلي نقص منها أربعة 222 ناقص الأربعة 218 والعدد الدري نقص منها 86 ناقص اثنين 84 إذن تحول عنصر الرادون في هذه الحالة إلى البيئو عدد الكتلي 218 والعدد الدري 84 الأربعة الانقصت في العدد الكتلي هنا الأربعة هذه من خذاها؟ ممتاز أخذها الهليوم عدد كتلي أربعة والعدد الدري هنا من خذاه؟ نقص اثنين أحسنتم أخذ العدد الدري لعنصر الهليوم إذن دائما اضمح لال ألفا أما نسميه عنصر الهليوم أو نسميه الألفا فدائما عنصر الهليوم هذا يمثل في محلال الألفا طيب هنا يقول لك ما عدد البروتونات والنيترونات والإلكترونات في نواة النظير النيكل وعطانا النيكل 60 عدد الكتلي و28 من العدد الدري ويبغى عدد البروتون والنيترون والإلكترون طيب الآن لازم ثبت معلومة كم عطانا البروتون؟ طبعا البروتون دائما هو العدد الدري هو زد كم؟ ممتاز 28 طيب كيف أنا أعرف النيترون؟ أحسنتم إذن عدد النيترونات اللي هي إن أطرح العدد الكتلي ناقص عدد البروتونات يعني 60 ناقص 28 كم يعطينا؟ ممتاز يعطينا 32 نيترون طيب نجي طبعا أنا الالكترونات دائما وشأقول لكم المعادلة تحاول أن تكون في تعادل كهربائيا إذا كانت تعادل كهربائيا لابد أن يكون عدد البروتون يساوي عدد الالكترون هنا عند عدد البروتون كم؟ 28 يساوي مين أيضا؟ رائعين ألكترون ممتاز طيب إذن هنا الحين اطلعت لي العداد نجي هنا عند البروتون 28 28 32 32 هذه 32 على طول أشطبها ما عند ناظرها ليه؟ لأن عدد البروتون أطانية هنا العدد الذري 28 إذن فهو واحدة من الإجابات يا أي يا بي طيب نشوف هنا هنا البروتون 28 إذن صحيحة طيب النيترون كم طلعناه؟ 32 إذن هنا أيضا النيترون صح طيب نجري الالكترونات الالكترونات لازم تكون عدد بروتونات مساوية لها ممتاز إذن الإجابة الصحيحة رائعين إذن الإجابة الصحيحة فقرة أي؟ طيب نشوف السؤال الثاني ما الذي يحدث في التفاعلات التالية؟ أعطاني تفاعل ثالث ركزوا معاي أنا قلت لكم من يوم تشوفون المعادلة طويلة الشي الثاني تشوفين فيه هذا الرمز هذا رمز مين؟ ممتاز رمز الإلكترون والإلكترون بشارة سالبة وهذا مين؟ أحسنتم اللي هو نيوترينو إذن منه الإضمحلال اللي يعطيني السالب حتى لدرجة أن اسمه يكون متعلق بحركة الإلكترون أو وجود الإلكترون ممتاز اللي هو إذن محلال بيتا على طول ما نفكر أحسنتم رائعين طيب هنا يقول لك حدد النظير المجهول أعطانا معادلة المعادلة هذي يطويرين العمر فيها نيوترون زائد نيتروجين عدد الكتلي 14 والعدد الذري سبعة ويبغى أنتج لنا في المواد المتفاعلة كربون 14 و6 كان سبعة وصار ستة إذن لابد لابد يا ثالث لابد أن عدد الذري في المواد الناتجة إذن عدد الذري في المواد الناتجة تساوي عدد الذري في المواد المتفاعلة وعدد الكتلي ما يهمنا أهم شيء لعدد الذري خلاص طيب لا حتى العدد الكتلي أفضل أن يكون اللي في المواد الناتجة يساوي العدد الكتلي في المواد المتفاعلة هنا النيترون كم رمزة؟ تذكروا الرمزة كم؟ ممتاز النيترون يكون 0 و 1 طيب إذن أبغى واحد من هذه العناصر الاختيارية اللي بختارها بحيث أني لما أحطها في مكان الاستفهام يكون أعدادهم متساوية حتى تصبح المعادلة موزونة منه اللي أحطه هنا عشان يعطينا نفس العدد نجرب الأولة نقول لو نحط الذرة الهيدروجين 1 من العدد الكتلي و 1 من العدد الذري خلونا نشوف العدد الذري هنا 6 زائد 1 ممتاز أعطانا 7 أعطانا 7 والنيترون أصاصا 0 من المواد الذرية أولا لنا متعدل الشحنة إذن هنا 0 طيب نجري عدد الكتلي نتأكد هنا 1 هنا 1 1 زائد الـ 14 كم يعطينا؟ ممتاز 15 طيب هنا النيتروجين 14 وهنا النيترون 1 كم؟ ممتاز أعطانا 15 إذن هل أي فقرة تكون الإجابة الصحيحة؟ ممتاز إذن الفقرة الأولى لعد تحس نفسك بالفقرات الثانية واضح أعزائي الطلاب؟ طيب نجي لسؤال 6 من تقويم الفصل يقول لك أي نوع من الإضمحلال لا يغير عدد البروتون أو النيترون في النواة ما يتغير أبداً لا البروتونات أو النيترونات ثابت هل هو البوزترون أم الألفة أم البيتة أم القامة؟ ما يتغير نهاي ممتازين أحسنتم القامة طبعاً هي التي تعيد توزيع الطاقة في النواة وبذلك أعزائي الطلاب وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم نستودعكم الله اللقاء بكم نحن نعلم أن دولتنا الرشيدة أعزها الله وأدامها تمثلت في وزارة التعليم ووزارة التعليم ما قصرت أذن أنهينا المنهج بمساعدة من الله ثم منها في ظل جائحة كورونا وبذلك نشكر لكم تفاعلكم أعزائي الطلاب وكذلك نشكر وزارتنا الرشيدة ودولتنا الحكيمة في تجاوز هذه البحنة وشكراً لكم وبذلك أنتهينا من منهج فيزياء أربعة ترجمة نانسي قنقر